تمرور أسبوع عدة على دعوة وزير الخارجية التونسي خميس الجهناوي قائد ميليشية الكرامة خلف حفتر إلى زيارة بلاده ها هو حفتر يصل الاثنين إلى تونس العاصمة ويبحث مع رئيس هلباجي قايد السبسي آخر المستجدات على الساحة الليبية في زيارة هي الأولى من نوعها منذ طلاق ما يعرف بعملية الكرامة في مايو من عام 2014 الرئيس التونسي دعا لدى لقائه حفتر في قصر قرطاج الأطرف الليبية تكافة إلى ضرورة تجاوز خلافاتها عبر الحوار والمصالحة والانصراف إلى بناء الدولة مؤكدا وقوف بلاده على مسافة واحدة من جميع الأطراف ودعوتها المستمرة إلى ضمان وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها حفتر من جهته ثمن دور تونس ووقوفها مع الشعب الليبي وحرصها المتواصل على الدفع باتجاه إيجاد تسوية للأزمة في ليبيا تونس التي ستستضف في السادس والعشرين من الشهر الحال جلسات بين أطراف الحوار الليبي لتعديل اتفاق الصخيرات تريد وفق مراقبين أن تكون فاعلة في الملف الليبي وأن تلعب دورا على غرار الدور الذي لعبته المغرب باحتضانها لاتفاق السياسي في مدينة الصخيرات بينما يرى آخرون أن الزيارة جاءت لكسر الجليد وتقريب وجهات النظر بين الجانبين لسيما أن أطرافا عدة في معسكر الكرامة ما فتأت تتهم تونس بدعم المعسكر المقابل ودعم ما وصفه بالإرهاب وقبل أن تحط الرحال بحفتر في تونس العاصمة كان قد باحث مع الرئيس الكونغولي السبت نتائج اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي حول ليبيا الذي عقد في العاصمة الكونغولية برازافيل في التاسع من الشهر الحالي وبعد محطتين الكونغو وتونس سيتوجه حفتر إلى إيطاليا بدعوة رسمية من وزير داخليتها ماركو مينيتي إذ سيجتمع مع وزيرة الدفاع روبيرتا بينوتي وكبار قادة هيئة أركان الجيش لبحث ملفات الإرهاب والهجرة غير الشرعية وفق وسائل إعلام إيطالية دعوة لا قد صداها في طرابلس حيث أكدت صحيفة إيطالية أن رئيس الحكومة المقترحة فايز السراج طلب توضيحات من السفير الإيطالي جوزيب بيروني حول أسباب زيارة حفتر لروما مشيرة إلى أن بيروني أوضح للسراج أن روما تتواصل مع جميع الأطراف لكنها لا تعترف إلا بالحكومة المقترحة زيارات وجولات مكثفة لقائد ميليشيات الكرامة يجريها هذه الأيام لدول توصف بأنها حلفة للمعسكر المقابل له ما يطرح تساؤلات بشأن الأسباب التي أدت إلى قبوله زيارة هذه الدول فهل هو الضغط الدولي المتصاعد على الأطراف الليبية ودعميها الإقليميين بشأن ضرورة إيجاد صيغة للتفاهم وإنهاء الأزمة في أقرب وقت أم أن تلك الدول هي من شعرت بضرورة التحاور مع حفتر والاستماع له ليصفه أحد الأطراف الفاعلة في المشهد ومن الممكن أن يلعب دورا سياسيا في المرحلة القادمة ترجمة نانسي قنقر